كشف عضو المجلس العسكرية الانتقالية الفريق أول صلاح عبد الخالق عن توقيف ما بين 700 إلى 1000 من القوات النظامية التي اختحمت مقر الاعتصام بالقيادة العامة تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عادلة وجدد الفريق صلاح عبد الخالق في حوار مع البي بي سي تمسكهم برئاسة مجلس السيادة من قبل شخصية عسكرية وبرر عبد الخالق تمسكهم بالرئاسة العسكرية بالخوف من تداهور الأوضاع الأمنية مؤكدا في الوقت ذاته أن المجلس العسكرية وقوى إعلان الحرية والتغيير سيديران الفترة الانتقالية